كشف وزير الاقتصاد الأسبق ورئيس حزب ديفا التركي علي باباجان في حديثه عن الاقتصاد التركي الحالي بأن المستثمرين قد أحجموا عن الاستثمار في تركيا بسبب عدم التقاء وقال باباجان إنه لا يوجد استثمارات في أوقتع القاص في عموم تركيا مشيرا إلى أن الاقتصاد التركي يشهد حالة من عدم الاستقرار ما دفع المستثمرين للإحجام عن الاستثمار وعدم فتح مناطق عمل جديدة وأضاف باباجان أن حكومة أردغان غير قادرة حاليا على إعادة خلق جم من التقاء في تركيا الأمر الذي يشير بأن النظام الحالي لن يصمد حتى يونيو من عام 2023